نفسي أتدين وألتزم نفسي أبقى حد كويس ولكن مشكلتي كلها في زواجي حياتي الزوجية مش مخلاني عارف أقرب من ربنا مش عارف أتدين وأعمل طاعات زيادة واحدة تقول أنا كممكن أكون زي الصالحات المعلمات لكن مشكلتي كلها في أولادي واحد يقول أنا عندي زنب الزنب ده هو العائق الوحيد اللي بيني وبين ربنا أنا لو طبت منه هبقى أحسن واحد في الدنيا واحد فاكر أن الفلوس هي اللي عملاله عائق في علاقته بربنا وبيقول لو كان معايا فلوس زي الناس المتدينين دول كنت عرفت ألبس اللبس بتاع الملتزمين وعرفت أعمل العمر وأحج وعرفت أتصدق زي ما بيتصدقوا وعرفت أطعم الطعام زي ما بيعملوا وعرفت أشارك في الخير زي ما بيسووا أنا مشكلتي في الفلوس وكل ده غلط فغلط والحكاية حكاية قلب قلب فقط فطره الله صالحا للسير إليه يلي بتشتكي من الزنوب ربنا ما خلقش قلبك ده بالزنوب دي يلي بتشتكي من ظروف عائلية سواء زواج أو طلاق أو يتم أو مشاكل وخلافات زوجية أو مشاكل عائلية كبيرة مهما كانت مشكلتك ربنا خلقك أصلا من غيرها فقلبك ده أنت استلمت طاهر استلمت على الفطرة استلمت سليما نقيا فطرة الله التي فطر الناس عليها وبعد كده حدثت الحوادث وجرت المقادير المفجأة أن كل المقادير دي أصلا تحدوك إلى الله وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون المفجأة أن أنت توردت في زنب فعلا مفجأة فعلا مفجأة مفجأة ما يحلهاش إلا خبير بالرحمن الرحمن فاسأل به خبيرة مفجأة ما يحلهاش إلا العلم بالسنة وقابوه بزنبي فاغفر لي يبقى سيد الاستغفار أجمل ما يوصلك إلى الله وقابوه بزنبي الاعتراف إن أنا أعترف إن أنا عملت الغلط أيوة الاعتراف يهدم الاقتراف القانون ده ما ينفعش في محاكم الدنيا في محاكم الدنيا الاعتراف سيد الأدلة اللي يقول على نفسه عملت يبقى خلاص ماهوش خارج لكن عند الله اللي يقول عملت توبت تراجعت غلطان ما ليش عزر اسمه صادق اسمه صادق وربنا بيحب الصادقين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكعب أما هذا فقد صدق فقم حتى يقضي الله فيك إلى أن نزلت آيات التوبة وختامها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين يا ربي الصادقون يزنبون ليس شرط التائب أن يكون معصوما ليس شرط المحب العصم وإنما شرطه أنهم كلما زل أن يتلافى تلك الوصمة بس حد قالك هتبقى معصوم تعالى بقى حد قالك هتبقى ملاك المسي نقابك بقى حد قالك هتبقى ملاك هتتحاسب على الزرة لو أنت أسدبت لأ أنت كده كده بتتحاسب على الزرة بس تعترف يغفر لك تعترف يبدل السيد حسنات تعترف يتوب عليكم ما عبتش تعمل كده تاني مشكلتك تاني كل إشكالات الحياة دواؤها في الرجوع إلى الله وتوبوا إلى الله جميعا يعني ما في تفسير الآية يقولون جميعا دخل فيها التائبون أيضا وتوبوا ياللي تبتوا ياللي تبت توب وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لأن عليكم تفلحون مش الإيمان أوسع من التوبة مش المؤمنون أكتر من التائبين لأن كل تائب مؤمن صح؟ لكن مش كل المؤمنين تابوا فربنا بيقول للمؤمنين كلهم اللي تابوا اللي ما تابشي توب تاني هنفضل نتوب لحد من قابل ربنا هنفضل نتوب لحد ما نلقى الله سبحانه وتعالى علشان كده جبتلكم النهاردة سر من أسرار صلاح القلوب سر من أسرار سير الناس إلى الله يجعل كل قدر يحدوك إلى الله سواء كان زنب أو تخويف وترغيب أو تزيين في الدنيا وترغيب وشهوة أو ابتلاء وتنغيص وكرب ودين وغم وحزن ومرض أو عافية وصحة وجمال ومال وتحقيق أمنيات كل دا كان المفروض يوصلنا إلى الله شوف كل الأقدار كالدقيق والإيمان هو الملح الذي يوضع على أي صنف من أصناف البلاء فاجعله غزاء للقلب هو كده أنت عين المفروض العاية دا المرض دا يربش في مرضانا ومرضى المسلمين المفروض إن المرض دا يقربك من ربنا بس لو تحط عليه معلقة إيمان حيخلي المرض دا كله طاقة تخليك تقرب من ربنا أنت ربنا شفاك المفروض إن الشفاء دا جيه مخصوص عشان تقرب من ربنا بس الشفاء اللي مالي قلبك سعادة دا المفروض يتحط عليه معلقة إيمان يتحول كل الشفاء دا كل الطاقة دي تتحول لطاقة إيمانية أنت زعلان أنت مظلومة أنت حط أيديك على خدك بصهرانة في البلكونة ولا قدام المراية وتقول لي حتى شكلي ما بقى الشكلي أنا مش عارفة مين اللي قدامي دي لأنا كنت موردة وجميلة أنا كنت أجمل من كده بكتير عارفة؟ الطاقة دي لو تحط عليها معلقة إيمان تاخدك توديك على ربنا تبقي قوية الإيمان وكربك يزول ووشك يورد تاني مين اللي قال أن المصابين المبتلين المظلومين المحرومين والشهم يضلم ويكتئبه مين اللي قال كده؟ لا 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 ده أنور وجوه وجوه المبتلين ده أضوأ وجوه 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 المظلومين ده أسكن قلوب قلوب المحرومين المظلومين المتعدين المبتلين المرضى الفقراء كل دول شرط أن يتحط على الحالة اللي جات لك دي معلقة إيمان